إمبراطورية عريقة وهذه الإمبراطورية العريقة تم تقسيمها في الفترة الاستعمارية في أواخر القرن التاسع عشر كانت هناك أزمة ومن سوء حظ المغرب أنه كان في أزمة في أوج التوسع الأوروبي الإمبراطورية تم تقسيمها جنوبا على مستوى الأقاليم الصحراوية لكن أيضا في الشرق وهذا يشمل مناطق مثل تيديكيلت، جورارا، كولومبشار وتندوف التي تعتبر تاريخيا مناطق مغربية وفي الكتاب هناك فصل أتطرق فيه إلى مسألة كون الصحراء ليست المنطقة الوحيدة التي تم اقتطاعها من المغرب حسب مصادر قمت بذكرها مثل النصوص المغربية والظهائر والتعيينات والموظفين الملكيين الذين تم تعيينهم في تلك الفترة إذن لا مجال للنقاش فهذه المناطق تعتبر تاريخيا مغربية وتم إلحاقها بالجزائر وهنا يجب على الجزائر أن تشكر فرنسا وعليها أن تصرخ عاليا فالتحي الجزائر الفرنسية لأن الجزائر أنشئت على يد فرنسا عام 1962 وقبل عام من منح الاستقلال للجزائر قام دوغول باختطاع مناطق واسعة من الصحراء ومنحها للجزائر التي لم تكن موجودة قبل عام 1962 تقضي عالجيلي تقضي عام تقضي عالجيلي تقضي عام تقضي عام نحسين توقيت عقلم